هذه الوصفة التي سنشارك معك اليوم انا لولا كنت كان عاني من الصلاع والثونية في الشعير تقهرت ما خليت ما جربت في الوصفات في المنتوجات هالك تشكر لي هاد الزيت هالك تشكر لي هاد البومادة والتحاجة ما انفعتني والحاجة اللي الحمد لله دخلت شعير ديالي كثيف وطويل وارطيت بمسبسب كل حرير طبيعيا طبيعيا هاد الوصفة هادي ديال التوم والزنجبيل او التومة والسكينجبير رائعة يا لبناثرها ماكينة شي وحدة اللي مشاركساش معها ونات الاستحسان ديالها فاليوم جيت لكم باحسن وصفة عن تجربة ديالي الشخصية وهي وصفة التوم والزنجبيل لعلاج التونية السالع نوض لك الخلفة ديالك ترطب لك الشعير ديالك لانه بزافة النساء سواء كبار ولا صغار هالي عندها الشيء بالمبكر هالي عندها الشيء بالقديم هالي عندها شعرها هالكات وليها السباغة وليها كما كنقولوا يعني بكترة السباغة مطابعة الحال كيموية راكي هالكو الشعر كيوالي مقرد كيوالي في حال ديالشي بيبي صغير وفي حال شيكاغي يعني ماكي بقالة طويلا تجي حاجة وقت مرت عشرة سنين ماكي طولش لك نهائيا وخا غي سنتين فان شاء الله اليوم اجيت باش نهنيكم هاد شي كامل بلوس هالبنات الوصفة ليكت سب سب الشعر وكيوالي كي الحرير فجربيها على دمانتي انا انت حي تدقي وحد في هاد الفيديو هادا جربيسها وما طولش لها الشعر ما نضش لها الخلفة وما مشاش الصالع ولا التونية وخا يكون عمرك تسعين سان ان شاء الله فغادي تخلصي من هاد المشاكل هادو كاملين ولكن بلوس غزالة ديالي ما تنسينش موحد اللايك الله يحفظك اشتركي في القناة مرحبا بيك رايوميا نزلو الجديد وفعلي زي الجرس وعلى بركتي الله حبيباتي مشو باش نتعرفو على مكونات الوصفة طريقة الاستحدار طريقة الاستخدام والاستعمال ولكن بلوس حبيباتي تبعوا معي المراحل لانو حتى انا البنات ما تقولوش غينتو موحدكم لكاتعانو مستخيص من تونية من الصالع بزافت المشاكل البنات كتدو بينن هاد المسألة ديال الصالع ولا التونية يعني تزغبا ما كسبقا في الشعر ما تكوني كبيرة وخا تكوني صغيرة ارا ما يقتصرش هاد المسألة لكي كبرتي فلاشكي تقولي هاد المشآلة كيني مزافت الناس كبارين في العمر وشعرهم ما شاء الله غزال زوين فعلي عندهم غير العشرين ما شاء الله ربسين الخمسين والستين والسبعين فالمهم ببنات الحاجة اللي كتهمنا والحاجة اللي كتخليش عرزوين هو انا كنت هلو فيه مهم حبيبتي اذا بغن ندوز معكم طريقة التحضير طريقة الاستخدام استعمال مهم لدي تاي كاملين ولكن الله يستر امرك لا تنسينيش موحد اللايك يماغلنا واشتركوا في القناة اول حاجة غنحتاجوها هي تومة او التوم او من الاحسن لبنات يكون الاحمر أنا ديما الابنات كنشارك معاكم يكون حسن منه ونحتاج الزنجابي بالنسبة لبنات السكين جبير اما تاخديه طازج يعني كتات جديد تغسليه او ليكون باودر انا الابنات ما سوفرش عندي طازج لان انا كنت استخدمه بزاف الوصفات فاتقا داليا هنستخدم معاكم هذا السكين جبير هذا الباودر يعني لي كيكون مطحون ومن الاحسن يكون فخاش يعني يالله جبتيم عند العطار باش هكذا الوصفة تكون فعالة 100% بالنسبة لبنات المكونات التانوية ستحتاجي معايا اختي زرعة البصلة ديما نقول لكم زرعة البصلة راعشبة هيا هذه البنات سأوريها لكم شفتوها هذه زرعة البصلة ادفتتها عطار تحتاجي لك تحتاجي معايا شوية القرنفل أبداً او لا ما يعرف بالمسمة زرعة البصلة عربية انا اريكم مشكلة نتركتها مهم القرنفل زرعة البصلة زرعة البصلة ثومة سكينجبير سواء طازج سكينجبير لا توفر في استخدامه نفس النتيجة نفس النتيجة و نفس الغزلتة لا يوجد فرق نهائيا و نحتاج إلى إكليل الجبل إكليل الجبل هذا هو إكليل الجبل نرى هذا هو إكليل الجبل يرد الطب الضغبة يرد طب السبب 5 مكونات ثومة سكينجبير القرنفل إكليل الجبل هذا يحتاج إلى المقادر و نحتاج إلى الزيت البلدية و الزيت الزيت و على بركة الله ندخل طريقة التحضير أول حاجة تخدي معي كمية من كل حاجة كما نقول كما نقول كما نقول كمية تومة كما قلنا كما قلنا من الأحسن تستخدم مئة توم الأحمر لأنه يكون كما قلنا فعال و زوين 100% يعني المنافع و المزاييه كتيرا بزان كمية تومة لتكون طبيعة الحالة منقية و ندخل مباشرة كما نقول كما نقول دائما اختيارية كمية تومة كمية تومة كمية تومة كمية تومة و نضيف كمية تومة كمية كمية تومة نضيف القرنفل وكمية أكليل الجبل نضيف القرنفل نضيف القرنفل ثم نضيف ورق الاليمينيوم الزيت يحتفظ دائما في مكان مظلم والاليمينيوم يساعدنا وضروري لا نحرك نضيف ورق الاليمينيوم نضيف وضع قنينة البلاستيك نضيف طريقة نستخدم نضيف وضع قنينة البلاستيك وضيف وضع الاليمينيوم نضيف وضع قنينة البلاستيك المترجم للأكل المترجم للتعبير الحمد لله في المتناول الجامع سواء لديك البيتجي قليل أو لديك كثير فكما كانت الحالة الاجتماعية ديالك فالحمد لله ستغطس ديال رأسك وغطى الله فيه بأبسط ما يكون وكذلك بأرخص ما يكون ولله الحمد فهذه البناس هي الوصفة الأولى التي تكون بزيت البلدية تشقيقة أو تشقيقة غير بزيت العود مثلا تشريها جاهزة 200-300 وعرفة شن المكونات المخدمين بهم فأنت اختيها تصوي بها الراسك و بالمناسبة تركيبنا 100% أمينة صالحة الكبار والصغر الرجال أنسة عندك بنيتاتك ووليداتك صغر خيف عليهم مكتات البرودوية الشيميكلي أو هكذا يتبعوا جاهزين وخاك يكتبوا خالي من البغابين أو خالي من السيليكون أو خالي من المواد الكيموية ولكن كل شيء يدو فكدو بدرر ما يديروا شيء بشيء يجب أن تفض بها البرودوية والمادة والسيروم والزيد والتشقيقة فهنا الحمد لله 100% صنع منزلي وتشقيقة يا سلام ما أروعها ما شاء الله عليها بالنسبة لهذا لاغوستد صالحة لبنيتاتك ووليداتك الرجلك خوك اختك كل شيء للنساء والرجال الكبار والصغر الحمد لله ده بندوز معكم الوصفة الثانية اللي الأغلبية هي كيبغوها ليبزر هي كتكون تايصون على منزلي عوض الزيتر نديرو الماء وحتى هي سهلة هاتخدي معي واحد البخاخ او واحد الرشاش بحالة كده كدري فيه الماء سخون او الماء مغلة حتى يتغلى لك مزيان مزيان وكدري ومن بعد كدري في كمية سكين جبير بحالة كده هانتوما كمية ديال زريعة البصلة اللي كتبع عند العطار كتشديحوا ببدي زريعة البصلة بحالة البصلة بحالة البصلة يعني البصلة معروفة لبناز بتشقيقها ديال الشعر كتاخدي شوية ديال هكده يحبت ديال القرنفل كما تلاحظوا هذا الماكي ما قلنا البناز سخون ماشي بارد كتاخدي ليا كمية ديال اكلي الجابل بحالة كده تشديد ديال القريعة حالة ثم 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 حظة نقود الزم هل سوف نقود الزم نقود ثم ثم نضيفها بالقشرة نضيفها بالقشرة نضيفها 24 ساعة نضيفها واجدة موجودة نضيفها بالقشرة نضيفها 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 ساعتين نضيفها 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اضعى نزال البنات و اتكلمون بخير فهذه الزوجة من الصالح ولكن الحمد لله لم يصدر اعاني من الصالح و هذه البنات تعالج تساقط فراغات تونيا اكبر درجة صالح كذلك الناس كانت تعالج شعر اللي فيه شيب فيه هكذا كما نقوله كيتقرد كيتمشتي و كيتخرس ذو كتشنشنات فلي كيكونوا هكذا في مقدمة الراس فهذا الناس غاد تبرعكم هذا الوصفة فجربوها سواء الناس ديري قبل الدوش بساعة من بعد تغسليه او لمن يدوشي تعاودي تخضي غير شوية منها و تزيتي به الشعر ديالك يعني ما تزيتيه شبزة و كذلك نفس الشكل التبق على هاد المحلول السائل ديال توماس كينجبير و كذلك القرنفل إكلي الجبل و كما كنقوله إحنا يا زرية البصل او لزرية البصلة بس حور راحة و انتلقى معكم ان شاء الله في فيديو هزي مقبيلة إلى اللقاء